اشتركوا في القناة بس عن الجزئية البسيطة عن انتقال عطارد لبرج الجدي في حلقة موجودة على القناة نزلت عن التأثيرات وإيش الإيجابيات اللي راح يعني نكتسبها أو السلبيات إذا في سلبيات راح تكتسبها الأبراج في فترة الانتقال وأيضا لأنه في فترة التراجع راح تصير في نهاية العام برضو تراجع عطارد في برج الجدي فيعني استقبال العام بتراجع عطارد إشي مش سهل طبعا بالنسبة للقمر اليوم موجود في برج الثور وفي ساعات المساء المتأخرة من مساء يوم الثلاثاء راح ينتقل ويصير في برج الجوزاء عشان هيك راح نحكي عن الانتقال اليوم طبعا القمر موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد راح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 14 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو الأعمال أو الأسحار وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور من لغاية ساعات المساء فمنشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار يمكن شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت في مشاهدة التلفاز مثلا أو مناسبة سعيدة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عندنا زاويتين متشكلات وعندنا زاوية اليوم ذروتها بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية تقابل سلبية ما بين الشمس وما بين المريخ بدأ تأثيرها من يوم أمس طبعا رح يستمر تأثيرها ليوم عشر اتناعش كذروتها بمعنى آخر اللي هي بتكون فيها زاوية متصلة ذروت هاي الزاوية رح يكون يوم ثمانية اتناعش في تمام ساعة خمسة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤار الساخنة وبسود جو من التوتر والعدوانية لحيث بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه ممكن أي كلمة تصدر منا أو أي كلمة غير محسوبة قد ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات احنا بغنى عنها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس منفصلة إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب لنا الإحساس بالكآبئة والميل للإعجاب بالذات بالنسبة للزاوية التي ستشكل اليوم والذروتها ستكون اليوم أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهذه ستكون ذروتها ساعة 51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهيرة تقريبا ظهر يوم الثلاثاء فمن واجه مصاعب عراقيل بتطلب مننا أن نبذ الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من منواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهذه ستكون ذروتها ساعة 6 و36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات تقريبا العصر هذه الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من الزوايا البطيئة اليوم ذروتها هي زاوية التربيع السلبية اللي بين عطارد وبين المشتري طبعا اليوم ذروتها رح يكون الذروة ساعة 7 و5 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش طبعا تأثيرات هاي الزاوية مستمرة لغاية يوم 8-12 بيكون أو بيتشكل عنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وهذا الشيء ممكن ينتج عنه سوى تفاهم أو عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتج عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون ذروتها ساعة 2 و50 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من ساعة الصباح ولغاية ساعات المساء هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون آخر زاوية زي ما حكينا قبل خلو المسار الساعة 7 ودقيقة مساء بتوقيت جرينتش ابنها تم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية ساعات ما بعد منتصف ليلة ثلاثاء على الأربعة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 7 ودقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعديها في برج الجوزاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شرى شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر خلص بكون انتقل واستقر في برج الجوزاء عشان هيك من ساعات المساء المتأخرة مننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق الوعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بعد هذا الانتقال طبعا عنا انتقال كوكب عطارد اللي رح ينتقل من برج القوس لبرج الجدي طبعا هو رح ينتقل الساعة عشرة وسبع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الثلاثاء ورح يستمر في حركة أمامية حتى يوم تسعة وعشرين اتناش يعني بظل يتقدم في برج الجدي بحركة أمامية لغاية يوم تسعة وعشرين اتناش زي ما حكينا الساعة تسعة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا من هذا من يوم تسعة وعشرين طبعا بعديها بده يبدأ كوكب عطارد بالتراجع طبعا تراجع عطارد تراجع سلبي جدا 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 على جميع الأبراج عشان هيك بتكون لازم لازم فحلقة التراجع هاي لازم تسمعوها ولكن كل الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاتصالات أو المواصلات أو الأجهزة الإلكترونية أو الأشياء اللي لها علاقة بالبريد أو حتى بالأسعار البورصة لأسهم والأمور هاي بدهم ينتبهوا من تسعة وعشرين اتناش اللي هي بداية التراجع وما بعد مدة ثلاث أسابيع لانه هو راح يتراجع لغاية يوم ثمانتاش واحد الفين وثلاث وعشرين طبعا زي ما حكينا انه هو راح يبدأ بعملية التراجع من يوم تسعة وعشرين اتناش الساعة تسعة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش رح يبدأ بعملية التراجع لغاية يوم 18.01.2023 دقيقة الساعة 1.12 دقيقة بعد الظهر هاي اللي هي مدة التراجع بعدها بده يرجع للحركة الأمامية مرة أخرى في برج الجدي ورح يظل بحركة أمامية لغاية يوم 11.02 الساعة 11.22 دقيقة من صباح 11.02 لا ينتقل بعدها عطارد لبرج الدلو بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية خلال هذا اليوم العنق الحنجرة الحبال الصوتية القد الدرقية اللوزتين تفاحة آدم هاي لغاية ساعة المساء من ساعة المساء بصير عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنا بيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هي نظام التبادل فعشان هيك بدكوا تنتبهوا أنه خلال هذا اليوم يعني هاي الأعضاء الأكثر حساسية اللي أنا ما بنصح لإجراء عملية جراحية لإلها وفي نفس اللحظة في فترة خلو المسار تنتبهوا من العمليات اللي إذا طبعا هاي الأعضاء فيه أحد بده يعمل لها عمليات جراحية إذا فيه مجال يأجلها في فترة خلو المسار ليوم آخر بيكون أفضل ولكن إذا كان الطراري فما فيه أي مشكلة إن شاء الله طبعا بالنسبة لهذا اليوم زي ما حكينا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح أيضا لقص الشعر التجميلي والصمغ ولكن لا يصلح لإزالة الشعر يصلح للقص العلاجي فقط وهذا تقريبا نقدر نحكي آخر أيام لأنه كم من يوم بيبلش اكتمال القمر فلا بننصح بالعمليات الجراحية اللي فيه إمكانية لتأجيلها وبتبدأ المراحل اللي هي العملية إزالة الشعر ولا تصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 19 بيبدأ تمام الساعة 6 و 13 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 47 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 17 يوم في تمام الساعة 12 47 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 14 يوم نسبة الإضاءة بصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21 منتحس الآن هو بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات المساء برجع منتحس بنسبة 25% القمر في الثور الآن وفي ساعات المساء بدي ينتقل لبرج الجوزاء ورح يضل في الجوزاء لغاية يوم 19 هو الآن منتحس بنسبة 40% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 25% ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء بترتفع نسبة السعادة إلى 30% عطارد في القوس وبدو ينتقل للجدي ورح يضل في الجدي لغاية يوم 29-12 اللي هي بداية التراجع هو اليوم سعيد بنسبة 10% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 منتحس بنسبة 50% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت لغاية يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا يوم بيحمل معاه فرص مالية برضو بتكون مفاجئة وممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم المعظم المكاسب هاي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات وهبات ونوع من أنواع الدعم وممكن تعالجوا استحقاق مالي أو زيادة بتكون تحذروا لأنه راح يكون في زيادة في المصاريف وصرف الأموال أما في ساعات المساء بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أوجر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم أكثر من الأيام الماضي كمان ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طاقتكم عالية حضوطكم بترتفع أكثر سرعة البديهة عندكم ممتازة العواطف جياشة وحتى بتكونوا ملفتين للانتباه للجنس الآخر أما في ساعات المساء فهنا بصير الاهتمام كله له علاقة بالوضع المالي وبتحمل هاي يعني ساعات المساء فرصة لمكاسب مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا برضو بالحركة والاتصالات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا الأجواء ما زالت ضاغطة لغاية ساعات المساء وبتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم طبعا الضغط هذا رح يظل مستمر لغاية ساعات مساء اليوم الثلاثاء بعدها القمر رح ينتقل لعندكم فبتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة من ساعات المساء وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة داعم من مركزكم الاجتماعي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بدأ الضغط عليكم الآن لأن القمر الآن وصل لمراحل المقابلة تقريبا مراحل وصوله لبيت متاعبكم فهو أنا بتسعدوا من لقاء الأصدقاء طيلة اليوم وتعاون الأصدقاء معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته وطبعا الأجواء الاجتماعية هي طاغية على الفترة هاي فممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن انتبهوا أثناء تعاملكم مع الأصدقاء من العصبية والإنفعال وخيبات الأمل أما في ساعات المساء القمر بوصل لبيت المتاعب فهونا بتكو تنتبهوا لصحتكم وما تبالغوا بجهدكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم وما تراهنوا على الحظوظ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم أمام المسؤولين وبرضو يعني بظل الأجواء ما في داعي للمجازف والمغامرة ومخالفة القوانين طيلة اليوم أما في ساعة المساء فالقمر بنتقل وبصير موجود في برج حليف لإلكم فتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته لأجواء جيدة والفترة بتصير ممتازة للعلاقات الاجتماعية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والسفريات والتنقلات والامتحانات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم الأجواء جيدة على مستوى كل شيء له علاقة بالعاطفة والسفر الاتصال زي ما حكينا الأجواء جيدة خلال هذا اليوم ولكن في ساعة المساء بنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارات على الشوارع المفتوحة وبصير القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك من ساعات المساء بيصبح الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين برج الميزان بالنسبة للموليد برج الميزان طبعا الأجواء ما زالت جيدة على مستوى الفرص لما كاسب مالية الهصلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية خلال هذا النهار انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع ممكن تحلوا أمور إلها علاقة ببعض المسائل العائلية أو البيتية أو تهتموا فيها وبرضو في بعض الاهتمام الكبير بالمسائل المالية أما في ساعات المساء هنا التركيز كله بصير على أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وممكن يصلكم خبر من البعيد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب للقيام بعمل تطلب تعاون من طرف ثاني ولكن ما تنسى أن القمر ما زال موجود مقابلك تماما فهنا بوسعكم تعزيز شراكاتكم من ساعات الآن لغاية ساعات المساء ولكن تنتبهوا ما في داعي للعصبية ولا الانفعال لا التهور لا الأمور اللي إلها علاقة يعني حتى بردات الفعل أما من ساعات المساء هنا القمر بنتقل للبيت الثامن يعني بمعنى آخر الاهتمام أو تغيير بصير تتغير الأوضاع بشكل جيد وتمنحك فرصة لمكسب مالي الوصيلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا التركيز كله رح يظل طيلة النهار على من الآن وطيلة النهار رح يظل التركيز على العمل وعلى الصحة فعشان هيك حاولوا إنكوا تنجزوا أعمالكم وما تخلوا الأعمال تتراكم عندكم ولا تلتهوا بالأمور الثانوية أو الأعمال المش مهمة وتهمل عملك المهم وبرضو في نفس اللحظة بدكوا تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة خلال هذا اليوم ممكن يصير فيه سوء تفاهم بينك وبين أحد زملائك بالعمل أما من ساعة المساء هنا القمر بصير موجود مقابلك تماما فبتصير الأجواء مناسبة على مستوى أو بالقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيج شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن بدك تحذر من الانفعالات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا الأجواء ما زالت قوية على المستوى العاطفي وبترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم خلال هذا اليوم وبوسعكم أيضا ممارسة نشاط فني الأجواء جيدة لتعزيز العلاقة مع الأحبة أو مع الأبناء برضو ممتازة على مستوى الترفيه على مستوى العاطفة والحضوض بتدعمكم شوي اليوم فحاول أنك تستغل هذا النهار بشكل جيد أما في ساعات المساء فهنا القمر رح يصير في بيت العمل ولكن رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم وبرضو بدك تنظموا جدوى الغداكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة بدك تنتبهوا على أعمالكم وعلى صحتكم برج الدلو بالنسبة لما ولد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم اليوم أنكم تعززوا الروابط العائلية مع هيك بدك تنتبهوا لأنه اليوم ممكن يصير في عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الاستقرار إلا أنه ممكن تظهر بعض الأمور اللي تستفزك أما في ساعات المساء الأجواء بتصير جيدة جدا أنه القمر هنا رح ينتقل للبيت الخامس فهنا بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليفة عن تصوراتكم وبترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو اليوم بوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو حتى الترفيه برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات أكثر من يوم أمس وبرضو بتظل الأجواء جيدة ومناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو للتعامل مع الإخوة أو الجيران برضو هذا يوم ممتاز جدا على مستوى الامتحانات وعن مستوى العلاقات سرعة البديهة بتنقذك من كثير مواقف وعندك قدرة على الإقناع أما من ساعات المساء فهون القمر بنتقل للبيت الرابع فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهمش أنكم ما تسمح لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم وحاولوا أنكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالإنزعاج هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر